فيديو اليوم الفرد الثاني من الدورة الأولى مادة اللغة العربية السنة الثانية إعدادي إذن النص هنا بعلوان الوطني الوطني الصالح الصادق هو الذي يهيم بحب وطنه ويتغنى صادقا بأمجاده التاريخية وتأخذه النخوة من أعمائه عندما يرى علام وطنه يرفره هنا وهناك موحيا بالمعاني السامية والأيام الخالدة وتتفاوت مستويات الأمم في الارتعاء المدني والاجتماعي والسياسي بأدر ما يوجد عند أفرادها من الحب والتأذير للوطن وما يتوفر فيهم من الاستعداد للأيام بواجباته والتضحية في سبيله فوطن المرء يجب أن يكون في عين مواطنيه أجمل الأوطان وأحبها إليه لأن المرء عندما يحب وطنه حبا ويتعلق به تعلق الواله المتيم لأنه فيه ولد ونشأ لا لأنه فاء البلدان جمالا أو مرعا أو أرزاء وحب الوطن في نظر الإسلام من الإيمان فمتى أو يأيمان المرء ورصب في أعمائه أو يتروحه الوطنية وليس المرء في حقيقته وجوهره إلا إيمانا ووطنية إذن كان هذا هو النص سنبدأ من السؤال الأول حدد المجال الذي ينتمي إليه النص إذن النص بعلوان الوطني ويبدأ بالوطني الصالح بتعريف الوطني الصالح إذن سينتمي إلى مجال الإيمان الوطنية والإنسانية إذن هنا سينتمي النص إلى مجال الوطنية الإنسانية السؤال الثاني حدد العلاء الرابطة بين العلوان وبداية النص هل النص علاء التفسير أم علاء التضغ إذن هنا العلوان هو الوطني والنص الوطني الصالح إذن هنا علاء التفسير فهو يفسر معنى الوطني الصالح ثم ننتقل إلى السؤال الثالث إشرحي حسب صياء النص الأمجاد النخوة إذن هنا الأمجاد ويتغنى صادقا بأمجاده التاريخية أي ببطولاته التاريخية إذن الأمجاد هنا البطولات البطولات النخوة هنا معناها إذن وتأخذه النخوة من أعمائه أي المروأة المروأة السؤال الموالي حدد الفكرة المحورية للنص إذن النص هنا يتحدث عن صيفات الوطني الصالح ويربط كذلك حب الوطن بالإيمان إذن سنكتب بيان الكاتب يمواصفات أو لصفات الوطني الصالح ويربطه لحب الوطن بالإيمان إذن فكرة رئيسية أو فكرة المحورية بيان الكاتب لصفات الوطني الصالح ويربطه لحب الوطن بالإيمان السؤال الخامس استخرج من النص الفاظ أو عبارات دل على المجال الذي ينتمي إليه النص إذن فالنص ينتمي إلى مجال الايام الوطنية الإنسانية سنستخرج كلمات أو عبارات تدلوا على المجال الذي ينتمي إليه النص إذن هناك الوطني ذكر في النص الوطني أيضا حب الوطن كذلك علم وطنيه علم وطنيه وعين مواطنيه عين واطنيه هناك عبارات عديدة يمكنكم استخراج عبارات أخرى غير التي ذكرت ثم أنتقل إلى السؤال السادس أبرز إيمة من الإيم المتضمنة في النص واستدل عليها بما مناسب إذن إيمة هنا هي حب الوطن أو الوطني الصالح أو الوطنية الصالحة إذن هنا سأكتب حب الوطن إذن استدل العبارة الصالحة من الناس هنا الوطني الصالح الوطني الصالح الصادق هو الذي يهيم بحب وطنه إذن هنا حب الوطن السؤال السابع أبدي رأيك فيما ورد في النص من أفكار إذن هنا إن كنا نوافق الكاتب سنستدل لماذا وإن كنا ضد أفكار الكاتب سندكر أيضا السبب إذن أنا أوافق على أفكار الكاتب إذن سأكتب إن أفكار الكاتب صحيحة لأن حب الوطن شعور شعور نبيل ويكون قويا متى قويا إيمان المرء إذن أعيد إن أفكار الكاتب صحيحة لأن حب الوطن شعور نبيل ويكون قويا متى قويا إيمان المرء ثانيا مكوين الدرس اللغوي أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص إذن هذه الكلمات ذكرت في النص الكلمة الأولى عندما يرى علم وطنه عندما يرى علم وطنه إذن هنا أفعل به إذن منصوب إذن علم وطنه الكلمة الثانية وتتفاوت مستويات الأمم إذن هنا فائل إذن مرفوعة مستويات الأمم الكلمة الثالثة ويتعلق به تعلق الواله إذن مفعول مطلع هنا منصوب ويتعلق به تعلق الواله الكلمة الأخرى هنا لأنه فاء البلدان إذن نفعل به البلدان ثم ننتقل إلى السؤال الثاني استخرج من النص ما تملأ به الجدول التالي سندقل فاعل وندقل نوعه أيضا مفعول به نوعه ومفعول مطلع وغرده إذن الفاعل هنا يمكن أنه تتفاوت مستوياته إذن سأكتب مستوياته نوعه هنا ظاهر إذن هنا فاعل ظاهر مفعول به إذن سندقل هنا مفعول به يمكن أن نذكر يرى علمة إذن علمة إذن أيضا هنا ظاهر مفعول به مفعول مطلع هناك إنما يحب وطنه حبا وهناك أيضا يتعلق به تعلق الواله إذن نكتب حبا يحبه حبا إذن هنا تأكيد الفعل أو توكيد الفعل عفوا تأكيد الفعل إذن هنا تأكيد نوعه منه هو تأكيد الفعل لأنه إنما يحب وطنه حبا ويتعذق به إذن هنا تأكيد الفعل ننصئل إلى السؤال الثالث أنشئ جملة تشتمل على ظرف غير متصرف مثل مثلا حيث إذن سأعطيكم جملة وأنتم يمكنكم إنشاء جملة أخرى ألعبوا حيث الفضاء الواسع مثلا ألعبوا حيث الفضاء الواسع إذن هذا فقط مثلا يمكنكم إنشاء جملة أخرى السؤال الرابع صل بسهم بين الجملة وما يناسبها من حكم فيما يأتي لا ينال الحق إلا صاحبه إذن هنا تقدم مفعول به عن الفاعل لماذا؟ هل تقدم به جوازا بسبب لفتن انتباه إليه أو تقدم وجوبا بسبب حصر الفعل في الفاعل إذن نلاحظ هنا لا ينال الحق إلا صاحبه إذن حصرنا هنا الفعل في الفاعل إذن هنا تقدم وجوبا بسبب حصر الفعل في الفاعل ثم ننتقل إلى السؤال الخامس أعرب ما تحته خط سطر عفوا في الجملة الآتية يتعلق به تعلق الواله إذن تعلق هنا مفعول مطلع إذن هنا جاءت مفعول مطلع مفعول مطلع منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره إذن تعلق الواله إذن وهو مضاف الواله مضاف إليه مجرور بالكسرة بالكسرة الظاهرة الظاهرة على آخره إذن ننتقل إلى مكون الإنشاء إذن حضرت اجتماعاً عقدته لجنة ممثلة للتلاميذ بمؤسستكم بعنوانه تحية العلم واجب وطني أكتب أكتب تأريراً تحدد فيه وراء الاجتماع والنتائج المحصل عليها إذن هنا سنكتب تأرير عن هذا الاجتماع مع ذكر النتائج التي توصلنا إليها في آخر الاجتماع إذن سأعطيكم أنا فقط هنا مثالاً التلاميذ اجتماعاً بإشراف الأساتدة وأد استهل الاجتماع أحد التلاميذ حيث تحدث عن مفهوم الوطنية وأهميتها ثم يأترح التلاميذ المشاركين في هذا الاجتماع يمكن أن أكتبه أد اعترح وقد يأترح التلاميذ المشاركين في هذا الاجتماع رفع العلم الوطنية في بداية كل أسبوع مع ترديد النشيد الوطني وفي نهاية هنا سندكروا النتائج لأن المطلوب مننا ذكر النتائج التي توصلنا علي إليها بعد انتهاء الاجتماع وفي نهاية الاجتماع وافأ الحاضرين وافأ الحاضرون على هذه الاقتراحات نظرا لأهميتها عادت لجنة الممثلة التلاميذ اجتماعا بإشراف الأساتذة وأد السهل للاجتماع أحد التلاميذ حيث تحدث عن مفهوم الوطنية وأهميتها وأد اعترح التلاميذ المشاركين في هذا الاجتماع رفع العلم الوطني في بداية كل أسبوع مع ترديد النشيد الوطني وفي نهاية الاجتماع وفأ الحاضرون على هذه الاقتراحات نظرا لأهميتها إذن كان هذا نموذج الفرد الثاني من الدور الأولى مادة اللغة العربية للسنة الثانية إعدادي